أما فيما يخص النادي الأهلي فلجنة تخطيط بالنادي الأهلي عرضت على مرسل كولر فكرة الفكرة دي إيه؟ مرسل كولر طلب أنه الأهلي يتعاقد مع مدافع جديد مساك يعني في يناير واترح أكتر من اسم وكنت أترككم من كام يوم أنه أسامة جلال من الأسماء المرشحة جدا بس أسامة جلال هيبقى فيش سعوبات في التعاقد معي عشان هو مرتبط بي عقد مع بيراميدز وبالتالي لجنة تخطيط في النادي الأهلي عرضت اسم محمد مغربي على مرسل كولر لعب النادي الأهلي المعارل سموحة وهو ما أبداش رفض بس ما أبداش موافق يعني هو سايم مغربي آخر اختيار لو الأهلي عارف يتعاقد مع مهاجم اللي عندهم خبرات كبيرة أهلا وسهلا معرفش الأهلي يعمل ده في يناير فمحمد مغربي بترشيح من لجنة التخطيط هيكون موجود مع النادي الأهلي في يناير القادم رغم أن زي ما قلت لك حتى هذه اللحظة مرسل كولر ما قالش القول الفاصل فيما يخص مغربي